أستاذ عصام خليني أبدأ مع حضرتك والكلام عن أهم ما يخص موضوع التحكيم أنا عارف أن عندكم تفاصيل كتيرة فيما يخص هذا الأمر ولكن الشكل العام للرياضة في مصر أصبح في مأذق كبير مؤكد لكن هو من فضل الله أنه الأغلب الأهم من المؤسسات الدولية يعني عارفة الفارق واسقه بين مصر وبين إدارة الكرة المصرية يعني لكن المراضي صعب شوية المراضي راجل هو واحد من أفضل حكام الإنجليزة لما يكون أفضلهم على الإطلاق في ربع قرن تقريبا بالمواثيق يعني شغلته هي داية كنت أتكلم أنا والستاذ محمد القوس صديقي الغالي يعني وقول له ده راجل دي شغلته مش هيسمح لحد بالسائل أنه يطلعوا من الشغل اللي خده المراضي وكأنه مثلا مؤاول فبيبني عماير فيقول هو اللي وقع العمارة مش هيسمح بدا وقلت لحضرتك مرة هنا تلك الراجل ده إنجليزي عفريت مش هيمشي إلا مؤتمر صحفي وده اللي الراجل طلبه بالفعل وقال إنه عنده ديكومنت لكل وقع قال إنه عنده ديكومنت لكل وقع مش بقى من وراء حد لا اللي هو الواتساب والحاجات اللي بينهم فيما يكون شكاوة من أندية أو تعينات أو تعينات اتغيرت وحاجات كده درجة إنه فاجئ الدنيا كلها وقال إنه وعرف إنه في تغييره منهم كانت تبع الحاجة عامر حسين إلى أن يرد إحنا طبعا ما لنجد دعب كلامه صح ولا غلص على رأيك أنت لما تقول لابد أن يكون كلهم إيه بضمير الغائب يعني صحيح وبالتالي لا الموضوع المرة دي مش هعد بالسهل خاصة لما تلمح إنه الرأي العام بيقول لابد من اكتمال التجربة للخواجاتي أو الأجنبية فتلمح كده حد يقول لك أدي ما إيه نعم أدي ما إيه أدي ما إيه هو سيشل بقت أجنبي لا لا خالص أدي واحدة التانية إنه إدي ما إيه بوجوده في الاتحاد الأفريقي خلق أسوأ نموذج للتحكيم أسوأ نموذج للتحكيم لدرجة بقى أنه كان عامل زي زاكر أستم الفنان العظيم رحمة الله اللي هو الشيطان بمسبحة كانش هعد يقدر يهمسك كمان عليه حاجة ودي اللي كانت الأخطر لأنه هو راجل كان شاطر فلما قلب شمال بقى شاطر بخطورة على الكرة الأفريقية وبالتالي أولا لابد من حاجة صد للاختيار ده لا يناسب مصر ولا طبيعة مصر أنا بتكلم عن سيشيل جارتنا الأفريقية اللي هي تعتبر جزيرة في المحيط يعني يا دوب بتلتمس طريقها نحو تنمية وكذا ما شاء الله لكن في الآخر هو بالنسبة له مصر كبيرة أوي تركيبات للتحاد الأفريقي وقت الفساد كانت بتجيب ناس من كل القارة لكن لما يبقى الموضوع مصر لما يبقى تكون مصر لا مصر تستحق اللي سمعناه برضو ويا رب بقى يكون صح المدرسة الإيطالية أو الفرنسية نعم أو يكون بقى كلها حقا تخدير فتبقى دي أم الكوارث طيب